اتفقت وزارة الهجرة مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إدراج كل من من الأسر المصريين العاملين بالخارج والشباب المصريين أيضا الدارسين بالخارج ضمن الفئات المستفيدة من وثيقة التأمين وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم إن الوزارة طلقت عدة طلبات ومقترحات بشأن الوثيقة من المصريين بالخارج ويتم حاليا تقييم نتائج أصدار هذه الوثيقة وبحث أليا تعزيز انتشارها بين أوساط المصريين بالخارج خاصة العمالة في منطقة الخليج العربي والتواصل معهم لحسهم على شرائها وتطبيق كل ما هو مناسب في هذا الصدد استقبلت وزيرة تضام الاجتماعي نبين القباج وزير التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن المفلح هو الوفد المرافق له شهد اللقاء وبحث سبل التعاون بين الوزارتين في ظل العلاقات القوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين حيث استعرضت وزيرة التضام الاجتماعي رؤية الوزارة في ملفات الحماية الاجتماعية ورعاية الفئة الأولى بالرعاية والتنمية الاجتماعية وتنظيم ممارسة العمل الأهلي هذا وقد أشارت وزيرة التضام خلال اللقاء إلى ملف الرعاية البديلة الذي تليه الوزارة اهتماما خاصا في هذه الأوناء لسيما بأن وزارة التضام أجرت منذ عدة أيام الحوار المجتمعي الأول حول مشروع قانون الرعاية البديلة وما يشمله من مزايا تهدف إلى حماية الأبناء كريمي ومعلومي النساء